موسيقى السلام عليكم أمل عبد الرزاق امرأة مدنية في قرية الشقب كانت على سيارة إلى جوار آخرين عائدة من مركز صحي أصابتها رصاصة قناص حاول أهلها إسعافها وإنقاذها لكن الإصابة صادفت النخاع الشوكي وأصابتها بشلل ربعي ومنذ سنوات وأمل طريحة الفراش بانتظار أمل الشفاء نتابع جانبا من قصتها في الفيلم أتسالي ومن ثم نعود كان هناك نزيف ولا يتعمل إبرة من الحين وبعد سببتني نزيف قصت شهر نص أنزيف وبعد شلني زوبي إلى المستوصف في القرية المقاورة لنا أنا لما رجعت بالسيارة قناص من الحيوثي لأس السيارة بعد رسع فلني إلى المستوصف في البلاد قلص نص ساعة أنتني السيارة بعد سار مبيلة نص الطريق تعطى للسيارة الأولى وندل سيارة ثانية ونصلني إلى المستشفى الروضاء وانت قلت لي إبناء لك؟ واني قلت لي يعني دام كانوا يعني يحسبون أن هناك شضايا لما قلت يعني في المستشفى يفتشوني طلعت من ضربة قناص واعد قصيت وتلقي لك ثلاثة شهر في المستشفى الروضاء قال لي تحتاج إلى سفر سافرون بي إلى تركيا صرت إلى تركيا واندلني يعني دخلنا يعني في الندق طلبت من هنا العلاق قالوا العلاق حق هذا ما تحتاجش علاق طيب هل معا دخلتني قالوا بس دخلناك يعني نجل العلاق ايش نعني دل كذا تدريك يعني سألني يا فيديا بعد مبدع زوجي يطيح عليهم كل حاجة عملوا لي نص شهر تدليك قالوا يا الله من أمس فارك اننا قلون احنا نتقل العلاق قالوا العلاق حقيك ممكن يكون باليمان سافرت يعني لالبلاد قسرت يعني سنة سطيح داخل ما أحد يعني فقدني ولا أحد يعني نديلي ولا أي شيء رقعتوا له هنا قالوا في لقناة طبية رحت لقناة طبية ندلي ثنان شرواط ما عندوش الباقي قالوا ضري تطلع المرضى عند العسلي طلعت له المرضى عند العسلي سقلي كرسيت حمام كرسيت كهرباء وحفاظت برضو ولا سلمتوا من أي شيء من هذا اللقن قالوا ضم هلوش بس صيدة لي ما نعملكش أي حاجة نحنا هلو إتناش شرواط قالوا قيبون هذا نزغرها من اللقنة ومن هذا الغير تطلعوا على حسابي وعد الدكتورة حات الزبحان دخلتني لونه قاين كرسي كهرباء قالوا حسيني أحياني قالوا مش دمي يعني مع باقش كرسي كهرباء وصلتي بالوقت غير يعني مناسب قزل قاين الكرسي الكهرباء من الرعاية قابتلي يعني بايت قاين بايت سناء قبتلي فروش يعني وراشا بايت لما خلصت خلص يعني الإيجار حقي وكل حقي كنت يعني اشتشروح القرية وبعد قاين واحد فعل خير تكفى لي في البيت ثاني مرة وبالتدليك والآن نحتاج إلى كرسي كهرباء شيخ يعني خرق للحمام مش خرق نفسي حتى ولولا الصالة يعني نحن حالتنا تعيسى الزوغي قريح أنا قريحة ابني قريح أبي قريح كله نحن يعني أسره مدمرة على الخالس الزوغي قاة يعني قاذفة إيربيقي وبعد لما شاف الصاروخ انطلق علىه وقم يعني دفخ بالهواء تقلب في القبال وتعور في العمد الفقري أنا لأن عابيت ولا مرأة ولا إب ولا مرض البيت فقى رعب وناسبة بنصدي ما طاق مشاريع قمال وهرب هرب الأفراد رقعتوا سرتوا على مرضين على حسابي شهر نص مع قنب أمه أمه الأنطريات الفراش مشلولة أنا وقى رسالتي إلى الرئيس القمهوري عبد الدربة ونصر هاتي ووقى رسالتي إلى الشرعية أن ينظروا بحالتي هذه واللقنة الطبية أن تندي لنا المساعدة بالعلاق بالكراسي بأي حاجة نحن نحتاجه أنا وقى رسالتي إلى اللقنة الطبية أنها يوفر لنا العلاق هذا يسلم لناهم لأنهم يطلع قالوا ما فيش نحتاج إلى العلاق الطبيعي إلى علاقات إلى كرسي لو في سفر عضو أفضل أنا في سفر بس سفر يعني يكون ممكن مش من السفرية أولا رقعنا من دون علاق إن شاء الله في عيدنا أرحم الراحمين يعني أنا شتفال أرحم الراحمين والباقي عليه منذ منتصف عام 2015 تعاني قرية الشقب وسكانها من استهداف قريتهم التي تقع على واحدة من ثغرات مدينة تعز ويستهدفها الحوثيون باستمرار جرائم وانتهاكات يعاني منها سكان الشقب من قطع للطرق وزراعة للألغام وتدمير للمحاصيل الزراعية وتعطيل الأراضي وتفجير المنازل والسهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال بالقنص مشاهدين الكرام قضية الشقب ومعاناة سكانها موضوع حديثنا مع الناشط الحقوق شهاب الشقب ينضم إلينا من مدينة تعز سيد شهاب أهلا بك نعم أختي نضال معك شاهدنا قبل قليل قصة الجريحة أمل وكيف أصبحت مشلولة طريحة الفراش بسبب قناص حوثي استهدف سيارة كانت تنقل مدنيين عائدين إلى القرية هل هناك حالات أخرى مشابهة لحالة أمل في هذه القرية أختي نضال نعم أمل أحمد عبد الرزاق الشقب هي نموذك لعشرات النساء التي تعرضنا لانتهاكات جسيمة وإصابات مباشرة مع سبق الإصرار والترصد من قبل قناص الماليشيات الحوثية هناك 16 حالة مقعدة في منطقة الشقب بسبب أعمال القناص الحوثية المتمركزة في تبة الصالحين أمل أحمد عبد الرزاق هي بنت الشقب القريحة بنت الشقب المنسية بنت الشقب المخذولة أمل أحمد عبد الرزاق الشقب هي إحدى النساء التي اليوم بحاجة للسفر إلى الخارق والتي تعاني من ورنبي في النخاع الشوكي من هنا ومن هذا المنبر الحر قناة بالقيس الرائدة أوجه نداء إنساني لحكومتنا الشرعية نداء إنساني لفاعلية الخير الإيادة البيضاء والعطاء نقل هذه البنت إلى الخارق وكذلك 16 حالة تحتاج للسفر الخارج سيد شهاب نتحدث أكثر عن تفاصيل ما حدث لهذه القرية منذ متى بدأ حصار الحوثيين للقرية وكم يبلغ عدد سكانها بدأ حصار الماليشيات الحوثية الإجرامية لمنطقة الشقب وبالتعزة القنوبية منذ التاسع من ديسمبر 2015 وحتى هذه اليوم ويبلغ تعداد سكان هذه القرية أكثر من عشر ألف نسمة وأي ب ألف واربعمائة واثنين وثمانين أسرة ونتقاوز مسمى القرية إلى منطقة يعني لكثرة الاعتعداد السكاني في هذه القرية بالتالي كم نزح من هؤلاء الساكنين فيها وأيضا ضحايا القنص والجرحة نعم أختي النازحين هناك نازحين بسبب وقوعهم في خط النار وهناك نازحين أي مهجرين قسرية من هذه المناطق وأوضحها بلغة الأرقام ستمائة أسرة نزحت من منطقة الشقب 404 نزحت إلى مدن مقاورة 204 إلى منطقة خدير 124 أسرة إلى عدن لكن نزحت هناك 194 أسرة من خط النار إلى مناطق آمنة داخل القرية أما الأسر التي هجرت قسرية من منازلها من قبل المليشيات الإجرامية 94 أسرة مهجرة قسرية وفي هذا المدن بالتحديد لا يوجد من يقوم بواقب هؤلاء من يمدهم بالغداء من يمدهم بأدوات السكان من يمدهم بأدوات المعيشية اللازمة حتى حكومة الشرعية لم تلتفت لهذه المعاناة حتى هذه اللحظة نعم تحدثنا عن ضحايا القنص هل هناك ضحايا للألغام وكم عدد هؤلاء الجرحى والضحايا بالنسبة لضحايا القنص بالتحديد هنا 138 حالة قنص أي بالتحديد 24 شهيدا 17 منهم رجلا ثلاث نساء أربعة أطفال بينما عدد القرحة القنص بالتحديد 114 قريحا 71 رجلا 23 امرأة 20 طفلا وهنا بالتحديد أحدد في جانب القنص أن المليشيات الحوثية الإجرامية تحديد يعني تخطت مرحلة لا آدمية حيث وكانت استهدافها للأطفال الذي يبلغ تعدادهم أربعة يعني شهداء يعني بحدود أربعمائة متر إلى ثلاثمائة متر عن سبق إصرار وترصد وحشية ولا آدمية في هذا الجانب فعلا هي مليشية إجرامية لكن أما ضحايا الألغام أختي نضال نعم نعم أكمل حديثك سيد شهاد أما ضحايا الألغام أختي نضال فقد ذكر تقرير خبراء الدوليين في تاريخ ثلاثة يوليو أو أيلول 2019 في هذا البند بالتحديد أن عدد ضحايا الألغام في منطقة الشقب المعزولة أربعة أربعة عشر وقد أضيفت واحدة في شهر نوفمبر أي خمسة عشر ضحايا الألغام في منطقة الشقب يعني منهم ثلاثة قتلى بينما إثنى عشر بترت أقدامهم وهم مقعدين من ضمن هؤلاء الذين بترت أقدامهم هم خمس نساء الآن هناك في المستشفى الثورة بالتحديد قبل أيام نقل الأخ منصور عبد الله عبد الشراف والذي فقئت عينه اليسرى بينما عينه اليمنى تحتاج إلى عملية بتر قدمه الأيمن بينما قدمه الأخرى مهشم ويحتاج إلى نقله للخارج وذلك لعملية العين أختي سيد شهاب هل هناك مختطفين من هذه القرية في سجون ميليشيا الحوثي نعم هناك مختطفين كان هناك 32 حالة ولكن تم المقايضة بهم بمبالغ مالية بقت ثلاث حالات أو ثلاثة مختطفين لا زالوا إلى الآن مخفيين قسريا في سجون ميليشيات الإجرام الحوثية والقوات المساندة والمتحالفة معها بالتالي إذا كنت قد استمعت للفيلم الذي تحدثت فيه الجريحة أمل قالت أنها قام الحوثيين بتفجير منزلها كيف حدث ذلك؟ هذا هو ديدنا الميليشية الحوثية الإجرامية التي تحاول انتقام من صمود هؤلاء المواطنين الأبطال الذين صمدوا في بيوتهم مفضلوا أن يبقوا في بيوتهم أن يصمدوا أن يموتوا بعزة وكرامة في بيوتهم في حين تخلت الحكومة الشرعية عن واقب إيوائهم واقب إمدادهم الميليشية الحوثية فقرت في هذه المنطقة منطقة الشقب أو قرية الشقب التحديد 22 منزلا بالعبوة الناسية ومن ضمن هذه المنازل منازل تابعة للأختنا أمل منازل لمدرسين منازل لمواطنين عزل وذلك لبث الرعب في صفوف المواطنين حتى يتم إخلاء القرية بالكامل لكي يتسنى للميليشيات الحوثية إعادة حصار تعز إذا ما تمكنت السيطرة على منطقة الشقب الاستراتيجية والتي تطل على مناطق المسراخ بالكامل وهو خط الإمداد الوحيد لتعز الذي يأتي من عدن نعم إذن بالتالي هل هناك منظمات إغاثية تتعامل مع هذه القرية تساعد في تحسين الوضع هناك؟ أختي لا يوجد منظمات إغاثية ولا يوجد رغم أننا طرقنا أبواب المنظمات الإغاثية باستثناء هنا من هذا المنبر أوجه الشكر والتقدير والتحية والإكبار لملكة العمل الإنساني في تعز الدكتورة خديقة عبد المليك رئيسة مؤسس الشهيد والتي بين الحينة والأخرى تحاول تساعد بقدر الاستطاعة بعض الأسر وكذلك كفالة بعض الأيتام أما بقية المنظمات لا تذكر إلا في الإعلام ولا تذكر إلا في المكاتب ولا تذكر رغم أننا طرقنا أبواب الحكومة الشرعية نعم ماذا كانت دورها؟ كنت سأسألك الآن هل من دور للسلطة المحلية في التخفيف من معاناة أهل هذه القرية؟ أختي لا يوجد حتى رغم الحصار المطبق على هذه المنطقة المعزولة منذ خمس سنوات لا توجد زيارة رسمية لهذه المنطقة لا يوجد تقرير رسمي باستثناء التقرير التي تأتي من النظامات الغير حكومية أو من تقارير الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة نحن بصفتي الشخصية أنا طرقت أبوابهم وسلمتهم تقارير من ضمنهم وكيل وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني رئيس اللقنة الوطنية لإدعاءة حقوق الإنسان وزير الإدارة المحلية ووكيل وزارة الإدارة المحلية طرقت أيضا بالنسبة للنازحين الأخ الدكتور نقيبة السعدي وسلمته ملف بهذا القانب ولكن عبارة عن عود تذهب أدراج الرياح رسالة إذن تود توجيهها للجهات المعنية للسلطة المحلية للساكنين داخل هذه القرية نعم أختي نضال من خلال هذا المنبر الإعلامي الحر منبر أو صوت منبر من لا منبر له الحصار المطبق على منطقة الشق منذ خمس سنوات فقم الوضع الإنساني في منطقة الشقب تدهور الوضع الصحي أي أن عشر ألف نسمة يعني هل يصدق العالم أو لو يصدق المشاهد الكريم أن عشر ألف نسمة في منطقة الشقب لا يوجد لديهم خدمة عيادة صحية أو خدمة إسعافات أولية باستثناء طبيب متطوع وهذا ملك العمل الإنساني أوقه له الشكر والتحية والتقدير الدكتور عادل العباسي الذي لا يمتلك رواتبا ولا يمتلك اعتمادا لديه بيت متواضع غرفتين للنوم يعالج فيها المرضى منذ خمس سنوات طوعيا لديه ديون بالملايين لا يوجد من يسعف المرضى لا يوجد من يطببهم يعني الحكومة الشرعية تخلت عنه باستثناء هذا الطبيب المتطوع الذي بذل نفسه ويعتبر أحد نماذق ملائكة الرحمة في محافظة تعيز الرسالة التي أريد أن أوقيها إلى الحكومة الشرعية نحن هنا ومن هذا المنبر ستبقى قصة الشقب تطاردكم ستبقى قصة الشقب الأليمة القريحة الحزينة سيبقى أربعمائة وسبعة أمراض مزمنة في منطقة الشقب ونحن قد طرقنا أبواب الحكومة الشرعية تلاحقكم والتأريخ لن يرحم إذا لم تقوم بواققكم الإنسان والأخلاق والمهن والوظيف باتقاه منطقة الشقب رسالة أخرى أوقيها إلى المنظمات الإغاثية والعاملة التوقه إلى منطقة الشقب الذي فيها النازحين فيها المرضى فيها العزل فيها الحصار المطبق أتوقه إلى الإعلاميين أنا من هنا من هذا المنبر أوقه التحية والإكبار والإعزاز للذين انتصروا لقضايا الشقب وهم الإعلاميين حيث بلغت المواد التي نشرت عن منطقة الشقب في هذا القانب تسعمائة أو سبعين مادة وأكثر هذه المواد نشرت عبل هذه القناة الرائدة ولكن هنا أوقه رسالة أخوية إلى الإخوة الزملاء العلامي والحقيقة توقعوا لمنطقة الشقب لرصد عدد الأسر التي تحتاج إلى مقل للخارج للعلاج الأسر التي تحتاج للقمة العيش لشربة الماء أوقه نداء للحقوقيين والقانونين الترافع بهذه القضايا الأليمة التي تؤرقنا والتي لا يقد من ينصرنا إلا هذا الإعلام الحر الترافع بها أمام المحافل الدولية وكذلك المحاكم المحلية نعم شكرا لك الناشط الحقوقي شهاب الشقب كنت معي من مدينة تعز شكرا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الجريحة أمل عبد الرزاق تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة